مرحبا بكم في بودكاست توني فرانسيس مرحبا معك توني فرانسيس بصلي ان البودكاست تابع اليوم يصلك صديقي هايدي صلاتي دايما لقلك ان البودكاست تابعي يصلك ولما يصلك بعرف ان الرب رح يحكيك من خلال هيدا البودكاست ورح يبارك حياتك فإذا وصل لك هيدا البودكاست سمعه بدي شاركك اليوم شي كتير قوي شي كتير رائع لدقايق قليلة بمزمور 46 الاية 10 من اشهر الايات اللي بنقراها استكينوا واعلموا اني انا الله اتعالى بين الامم واتعالى في الارض الحاجة عيدة استكينوا يعني روءوا واعلموا اني انا الله اتعالى بين الامم واتعالى في الارض ملاحظ هؤل كلمتين وراء بعضون قداش نقوية استكينوا يعني روء هدى سموت ارتاح واعلموا اني انا الله انت بتعرف انه الصمت باب لمعرفة الرب استكينوا استكينوا واعلموا اني انا الله اتعالى بين الامم واتعالى في الارض في اية تانية بتقول في الهدوء والطمأنينة تكون قوتكم في الهدوء والطمأنينة بده يعلمك كيف تكمل عم تلحقه فبتهدأ وبتركز لتعرف استكينوا واعلموا ما بديك تنسى هؤل كلمتين لما اقتهدأ بمحضر الرب وبتهدي ضجة ضجة العالم يلي حواليك بتعرف انه هو الرب هده يلي شافوه تلميز لما يسوع رب المجد وقف بنص السفينة بعد ما وعوه كان نايم وهدى العاصفة بقالة للريح اسكتة وللبحر ابكم وصار فيه هدوء ساعتها عرفوا ايف انت الرب استكينوا واعلموا اني انا الرب فشافوا لما هديوا شافوا الرب لانه العاصفة كانت عم تمنعهم يشوفوا انه يسوع هو الرب لما هديت العاصفة شافوا انه هو الرب كم في عاصفة اليوم عم تمنعك تشوف الرب بحياتك مش كمان عم نقرأ انه لما الكلمة او البزار بزار كلمة الله بتنزرع مش فيه ارض معينة يعني واحدة من الفئات هي ارض فيها شوك وحسك يلي هي رمز لهموم العالم يلي قال بتخنق كلمة الله افهم تتخيل تقلي كلمة الله قوية ايه قوية اذا بتحميها بس اذا بتخلي هموم العالم تسيطر عليك من بلا بتخنق كلمة الله فيك مال الرب عطل مثل وكتير واضح لقلنا قال فيه اشخاص هني مثل هاي الارض لما بتنزرع فيهم كلمة الله بتنمى شوي بس بعدين الهموم العالم والقلق بيجوا بيخنقوا كلمة الله يلي رغبة قلب لها الكلمة تكمل عم تنمى وتطلع وتصمر حيات فكام عاص في اليوم هيبة عليك وعلي عم تمنعنا نشوف الرب وإيد الرب وعظمة الرب وقوة الرب فاستكينوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم أتعالى في الأرض في قوة بالصمت في قوة بالهدوء في قوة أنه تقلوا للرب سكت هيد العواصف يلي عم تمنعني شوفك يلي عم تمنعني ادخل لراحتك وساعتها رح بتشوف مجد الرب وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر